موسيقى نشرة الأخبار على قناة يامان شباب نبدأها بالعنوي موسيقى 30 شهيدا بمجزرة اسرائيلية استهدفت مدرسة بمخيم النصيرات وسط غزة تدهر الحالة الصحية لأمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطة بصنعاء موسيقى الحكومة توجه طيران اليمنية بنقل إراداتها إلى حساباتها في عدن والخارج موسيقى أهلا بكم والبداية من ملف التطورات الإنسانية في غزة حيث أفاد مراسلنا بغزة باستشهاد 30 فلسطيني وإصابة العشرات جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطع وقال مراسلنا إن طيران الاحتلال قصف مدرسة السردي المكتبة بالنازحين في المخيم الثاني بمنطقة النصيرات وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحة بينهم أطفال وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء لقصة في مدينة دير البلح يشار إلى أن طيران ومدفعية الاحتلال كثفت من القصف على غزة خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع عملية برية تتركز في مخيم البريج ومدينة دير البلح التي شكلت وجهة جديدة للنازحين أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من خمسمائة فلسطيني ربعهم من الأطفال استشهدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر وأكدت أن الغالبية العظمى منهم استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية بينما استشهد عشرة منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين كما سجل المكتب أكثر من تسعمائة وأربعين هجوم شنه مستوطنون ضد فلسطيني إلى اليمن حيث أفادت مصادر محلية بأن خلافات نشبت بين مسلحين قبليين وقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيا على خلفية اعتزام الأخيرة السحداث معسكر في منطقة باغشوة بمديرية الديس الشرقية في حضرموت وأكدت المصادر أن التوتر المستمر منذ أيام دفع المسلحين للانتشار في المنطقة رفضاً لاعتزام قوات النخبة إنشاء معسكراً لخفر السواحل بمنطقة باغشوة وبحسب المصادر فإن المسلحين يواصلون انتشارهم اعتراضاً على استخدام أرضهم لوظائف عسكرية معتبرين الموقع المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة في تعز جددت الميليشيا الحوثية قصف الأحياء السكنية عقب ساعات من نصابة رجل وطفله بقصف طيران مسير السادف حيء 7 يوليو شمال شرقية المدينة صادر محلية أكدت أن قصفاً مدفعياً نفذته الميليشيا الحوثية على طريق فرزة صنعاء الذي يربط المدينة بالحوبان والمغلق منذ تسع سنوات ويوم أمس الأول قصفت الميليشيا الحوثية أحد المنازل في منطقة ثعبات شرقية المدينة ما تسبب بإصابة المواطنة أم هاني العديني وجرى نقلها إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج أفادت مصادر مقربة بتدهور الوضع الصحي والنفسي لأمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطة الذي تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين تابعين للميليشيا الحوثية مطلع مايو الماضي في صنعاء وبحسب المصادر فإن شبيطة يعاني من مضاعفات الإصابة ومن تمزقات في الأمعاء مضيفة أنه يعاني من وضع نفسيا صعب نتيجة منع الزيارات عنه وأن الميليشيا تسمح لأشخاص محدودين جدا بزيارته من خلف الزجاج وكانت الحكومة قد حملت الميليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن سلامة شبيطة الذي يخضع للاحتجاز في أحد المشافي منذ نجاته من محاولة اغتيال برصاص عناصر حوثية أسفرت عن إصابته بطلق ناري ومقتل أحد أقربائه وإصابة نجله هذا وقد دعت منظمة دولية الميليشيا الحوثية إلى إلغاء أحكام الاعدام التي أصدرتها مؤخرا محكمة تابعة لها بحق 44 محتجز والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين في سجونها وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعصفا في سجون الميليشيا ما لم تتم محاكمتهم على جرائم معترف بها دوليا في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأشارت المنظمة في البيان إلى أن الممثل القانوني لهؤلاء المحتجزين الذين صدر بحقهم حكما بالإعدام أكد أن موكليه تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري منذ اعتقالهم قبل أربع سنوات تسعى الميليشيا الحوثية لفرض سلام عبر طرق وأساليب للتحايل والمكائد والخداء لكن الشعب اليمني وقوى الشرعية تدرك جيدا تلك الحيل ولن تقبل بسلام مفخخ يعيد اليمنيين إلى دورات مختلفة من الصراع والحروب للسلام الحقيقي طرق واضحة لا متعرجة ولا ملتوية كالأساليب والحيل التي دابت عليها الميليشيا الحوثية والمعروفة بمراوغاتها وألاعيبها العبتية هكذا ينظر الشارع العام بينما يرقب تطورات رحلة ما أطلق عليه موكب السلام الذي انطلق من البيضاء إلى مأربة عبر طريق ثانويا طويل يمتد لأكثر من أربعمائة كيلو متر على الرغم من وجود طرق مباشرة أسرع وأقل معاناة وفي وقت يتحدث المراقبون عن رغبة حوثية لتحسين سمعة الميليشيا التي تواصل تعذيب اليمنيين بشط الطرق والوسائل والسياسات المخادعة والمضللة يبرز موقف الجماعة الحوثية السلالية السلبية تجاه مبادرات فتح الطرق التي أعلنها منذ أشهر سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب بفتح كافة الطرق وأبرزها طريق مأرب صنعاء عبر فرضة نهم وغيرها ولأن الميليشيا القائمة على المكر والإرهاب واللصوصية ترا في كل شيء مضمارا للمكيدة تعمد إلى انتقاء ما تريد من خلال التعنت والإصرار على استمرار قطع الطرق والخطوط الرئيسية والموافقة على طرق بديلة لا تنهي المعاناة ولا المشقة بل تتيح للميليشيا أحيانا مسارا يتوافق مع نوايا حوتة إيران لتحويل مسألة إنسانية إلى هدف عسكري وفق مصادر سياسية وعسكرية على الرغم من التفاعل الشعبي مع كل الجهود لفتح الطرق تبقى الميليشيا الحوثية هي مصدر المشكلة وسدب المعاناة وفي وقت تؤكد الأوساط السياسية أن المسارة إلى السلام سهل وواضح من خلال فتح الخطوط الرئيسية بين المحافظات كطريق مأرب صنعاء وطرق رابطة بين محافظات أخرى مقطوعة من قبل الميليشيا ويرى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاختبار الحقيقي يتمثل في فتح طريق تعز الحوبان وفتح طرق فرضة نهم بين صنعاء ومأرب وطرق حيس والجراحي وجبل راس وموريس ولودر وهي طرق تبطعها الميليشيا منذ سنوات لتفاقن معاناة الشعب اليمني في الملف الاقتصادي وجهت الحكومة بنقل إرادات طيران الخطوط الجوية اليمنية إلى حساباتها البنكية في عدن أو حساباتها البنكية خارج البلاد لإبعادها عن صطوة الميليشيا الحوثية التي نهبت منها 100 مليون دولار وجاء ذلك في قرار أصدره وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد قضى القرار بتحويل كافة إرادات الشركة إلى حساباتها البنكية اعتبارا من بداية يونيو الجاري وتضمنت توجيهات وزير النقل اليمنية نقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيس في عدن وبصورة عاجلة مرجعا سبب القرار حتى تتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أصولها في سياق المتصل نفت شركة الخطوط الجوية اليمنية المزاعم التي تروج لها الميليشيا الحوثية بشان إيقاف خط الرحلات بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان وأوضح مصدر مسؤول في الشركة أنه بسبب موسم الحج تمر الرحلات عبر مطار جدة الدولي بالسعودية فيما تستمر رحلات العودة المباشرة بين عمان وصنعاء وأشار المصدر إلى أنه عقب انتهاء نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة وابتداء من غد الجمعة القادمة ستعود الرحلات المباشرة بين صنعاء وعمان كما كانت عليه مسبقا نفى مصدر مسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء المزاعم المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد ثمن شحنة وقود الكهرباء لمدينة عدن المصدر أبدى استغرابه من تلك الأحاديث مطمئناً للمواطنين في عدن أن باخرة الديزل المحملة بكمية 59.919 طن مترياً دخلت إلى المرسى في ميناء زيت بالبريقة في الرابع من يونيو لعام 2024 وأفرغت 3000 طن وأكد أن توقف الضغب سبب إشكالية بين التاجر العواد والشركة المالكة للشحنة مشيراً إلى أنه تم حلها والسانفة الباخرة الضخ وفقاً لما نشرت وزارة المالية في صفحتها على فيسبوك نبقى في عدن حيث نفذت النيابة العامة حكمي إعدام للمدانين صالح محمد علوي وجلال محمد وذلك لارتكابهم جريمتي قتل منفصلتين لكل منهما حيث تم الإعدام في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة في عدن وتم تنفيذ حكم القصاص الشرعية الأول بحق المدان صالح علوي وذلك لقتله المجني عليه محسن السعدي فيما تم تنفيذ حكم القصاص الشرعية الثاني بحق المدان جلال محمد وذلك لارتكابه جريمة قتل المجني عليه عامر صالح يشار إلى أنه قبل تنفيذ الحكمين حاولت النيابة العامة بالإقناع والترغيب لأولياء الدم بالصفح عنهم أو قبول الدية وهو ما قبل بالرفض منهم طالب اتحاد الطلب اليمنيين في المجر الحكومة بصرف الأرباع المستحقة للطلاب في أقرب وقت ممكن وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها الاتحاد في بان اللهدع الحكومة للتفاعل الفوري مع مطالب الطلاب وتحديد الخطوات العملية لتجاوز هذا التأخير وتقديم الدعم الكامل للطلاب اليمنيين في مواصلة تعليمهم العالي في الخارج معبرا عن انزعاجه إزاء التأخير الطويل في صرف الأرباع المستحقة وأكد الاتحاد على أهمية حقوق الطلاب في السلام مستحقاتهم بالأوقات المحددة مشيرا إلى أن تأخير المستحقات يعرض الطلاب لضغوط مالية هائلة ويؤثر على استقرارهم النفسي والأكاديمي معاناة النفسية لا تتوقف يعيشها سكان قعطبة في الضالع ليس أقلها أزمة المياه التي تخنق حياتهم وتنرسها وتحولها إلى مأساة يتحمل وطأتها الأطفال هم الذين يكابدون المشق يحمل فصل الصيف أكثر من هم ولا يقتصر على واحدا بذاته رحلة معاناة يومية أجبر عليها الطفل أيمن بغية الحصول على ما أمكن من المياه بعيدا عن منزله يقضي ساعات في فترات صباحية ومسائية وصولا إلى أقرب نقطة أصارت مقصده ومثله الكثير جنوب مدينة قعطبة بمحافظة الضالع مشهد يومي ومعتاد منذ سنوات تترقب فيه النساء لساعات في حارات قاطبة وصول مقتورة محمل بالمياه عبر فاعل خير يتم تعبيته في أصطوانات منزلية معاناة تضاعفت بسبب توقف المشروع الرئيس التي مياهه ضعيفة بالسابق ولا تصل إلى أكثر سكان المدينة ممن يعيش الكثير منهم في حالة فقر ولا يستطيع تحمل نفقات المياه الباهظة لأننا مفررين بقعطة ملك المشروع يتحمل الأطفال هنا المشقة ويساعدون أسارهم في جلب المياه وتمثل أحد الصعوبات التي يعيشها الأهالي ممن يشكون الشلال الإداري وارتفاع أسعار المقتورات وهو حال تعيشه العديد من مديريات المحافظة في ظل أوضاع معيشية وإنسانية متردية نحن محتاجين إلى أربع عابار لزيارة المصدر لأن المصدر يغطي 16 ألف نسمة واليوم المنطقة فيها ما يتقاوز 50 ألف نسمة وتوسع العمراني كبير جدا معانا الحارات أكثر من 72 حارة في مدينة مكتضة بالنازحين ويفوق سكانها 50 ألف نسمة تحتل أزمة المياه الصدارة وتمثل أبرز التحديات أمام السلطة المحلية تجاه سكان أرقت الأزمة حياتهم دون أي ملامح تلوح بحلول ناجحة لتتضاعف المعاناة يوما بعد آخر نهاية النشرة تذكيرا بأبرز ما جاء فيها 30 شهيد بمجزر إسرائيلية سهدفت مدرسة في مخيم النصيرات وسط غزة تدهر الحالة الصحية لأمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطة بصنعام الحكومة توجه طيران اليمنية بنقل إراداتها إلى حساباتها في عدن وخارج اليمن ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة